موسيقى يصعد صباحكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة من حوار اليوم مع الدكتور وسيم بازي الصديق العزيز الباحث السياسي أهلا وسهلا فيك نحن نبالشين بكير شوي لأن المير طالد الإرسان عنده مؤتمر صحفي يفترض ساعة 12 وشوي بقى نحن نبالشنا بهذا الوقت مشين تنوضح للمشاهدين الكرام ونخدنم الفرصة بوجودك ونستغل الوقت إلى أقصى حد دكتور بازي رجع الرئيس الحريري بالسلام مبارك لكن يبدو أن الحكومة ما في جلسة مجلس وزراء لبل قد نذهب إلى ما يشبه العطلة الحكومية مثل العطلة القضائية العطلة القضائية معروفة أمين بتبلش أمين بتخلص لكن العطلة الحكومية بلشت تفضل الدكتور أبهمني صباح نور لا إله لمشاهدين الأوتي فيه وأنت دائما أخ عزيز حبيب ألبي يا دكتور الرئيس ماكرون باتصال هاتفي مع الرئيس الحريري قبل صفرته الأخيرة بأيام قليلة نصحه بعدم المبادرة للاستئالي بظل التعقيد القائم خاصة أنه علاقته للرئيس الحريري بالمملكة العربية السعودية تخضع لحالي من اللاتوازن وإلى الفتور السياسي الذي قد لا يؤمن سيرورة مرة أخرى للعودة إلى رئاسة الحكومية كان عنده نية استئيل يعني هذا إذا حاول البعض أن يزين له ردت فعل بهذا الاتجاه وتداولت الأوساط بالأسبوع الماضي بعض الهمس خلال فترة منعشة الأيام الأخيرة من الموازنة لكن بعدين إقرار الموازنة مثل إنجاز رضي عنه الرئيس الحريري أنا بلشت بهذه المعلومة ببداية الحلقة معك لأقول أنه وضع الحكومة اللبنانية لا يخضع فقط لحسابات محلية على أهميتها بل هو مرتبط بالجوهر بواقع لبنان ضمن لعبة الأواني المستطرقة الجارية بالمنطقة واللي فيها صراع إقليم كبير دولي يجعلنا أمام مرحلة انتقالية بالمنطقة وفي لبنان لم تظهر بعد مشهد ما بعد هذه المرحلة البعض مبسوط سيد جورج أن المنطقة عاد الحديث فيها عن الفدرالي عن مناخات التأسيم عن استاتيكو لإبقاء الدول المهشمة إلى شراظم كما هي الآن وأنه يجب أن يكون هناك إسقاطات لبنانية لهذا النوع من الفدرالي وبالتالي يحاول أن يعيد تحصين كنتوناتو المحلية القائمة بالسياسة حاليا بانتظار جلاء مشهد الإقليم هي واحد وقد تكون هذه أضغاث أحلام بالنسبة هذا البعض لسبق بالماضي وسقط برهانات كبرى وفشلت هذه الرهانات الآن كل اللي أنتجته حادثة أبر شمون من واقع سياسي جديد هي أنه قبل أبقى أبر شمون كان الخطاب السياسي بين الرئيس الحريري والأستاذ وليد جمبلاط واصل إلى مرحلة كبيرة من التقاذف والخلاف السياسي العميق وصلت بأمين عام طيار المستقبل أحمد الحريري أن حكى بالتغريطة الواضحة جدا أنه بيضة الأبان الجمبلاطية فأشت وانتهى مفعولة مش مودرة فأشت يعني إذا مودرة فيه أمل أنه تقول والله بلك هذه رجع الصوص عشفية لا فأشت فالآن أريد لهذه الحادثة أول شيء سريعا أن تزيح الخلاف بين الحريري وجمبلاط وتعيد الجمع والوصل على قاعدة تحشيد الإقليم السريع تصور مثلا أنه حادث أليم لبناني جريمي داخلية نكرة يسقط فيها شهدين مرافقين لوزير السيد جمبلاط بيستدعي السفر الأجانب ليضعهم بصورة ما يجري شو خص السفر الأجانب بمشهد داخلي لبناني؟ واحد اتنين زار أمير الكويت السيد جورج هو عشية الحادثة بالذات ويمكن بيوم الحادثة وتمنى أن يتوسط له مع الأمير محمد بن سلمان وأبدى استعداده مرة أخرى للسير بمشروع إقليمي مشابه لما جرى عشية 14 أذار 2005 لكن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل ويبدو أن أمير الكويت لم يكن متحمسا إلى هذا الطرح ومعروف علاقة أمير الكويت تاريخيا بالبيت الجنبلاطي ونصحه بالتروي بهذا العنوان على هامش هذا الطرح قام الوزير وائل أبو فعور من فترة قريبة بزيارة خافت الصوت إلى المملكة والتأخ خالد الحميدان رئيس المخابرات لكن يبدو أنه محاولة وضع الحريري مرة أخرى في قالب ما قبل التسوي الرئاسي ووصول العماد عون إلى سدة الرئاسة لم يأتي أكله عمليا حتى الآن وهذا مرتبط بمجموعة أسباب موضوعية لذلك حديثك عن العطلة الحكومية جميل توصيفه بالعطلة القضائية اللي يمكن هي شهران وإن شاء الله أزمتنا يكون عنوانا شهران لكن المشكلة الأساسية اللي نحنا عم نعنيها بخضم الأزمات الداخلية أنه على الألم الذي مثلته جريمة أبرشمون المشكلة الكبرى أن الطوائف التي يفترض أن الطائف أتى لتكريس معادلة التعايش من بعضا لم تستفد من أن تكون نعمة وهي تريد أن تفرض نفسها على الواقع قنقمة وبالتالي ليس هناك انسجام وصيرورة تؤمن مساحة مشتركة لتجاوز المرحلة الصعبة بتاريخ البلد والمنطقة حتى لو ذهبنا إلى منطق أن هذا الوطن هو غابي وهذه الغابة معروف معايير الحياة بقلب الغابة أدش هي صعبة بين سكان هذه الغابة لكن برأي التحدي علينا نحن كلبنانيين أن نحول هذه الغابة إلى محمية وبالتالي ننظم آلية التعايش بين السكان الأسد بيقدر يأكل طريقته ليعيش كما العصفور كمان بيقدر يلاقي أكلاته هذا بالحد الأدنى المطلوب مننا إذا عم نجرب نقرب الصورة شوي الأخطر من ذلك أنه مبارح مقدمة تلفزيون المستقبل عشية عم تنحي نحو مقاربة سواء بقبر شمون أو بالمادة 80 أو بغيرها من مواضيع الساعة عم ترجع تحكي عن البعد الإقليمي للصراع وهذا منطق أنا برأيي في مساحة من الخطر ربطا بما يعد وما هو قادم أنت مبارح بمقدمتك على محطة الأو تي في سيد جورج أنت وعم تحكي عن مصالحة الجبل كنت عم تحكي عن الكبار من فوق الذين يريدون للرعي من تحت أن تفرض عليهم المنطق وهيدا أيضا بينقلنا إلى سؤال هل فعلا حرب الجبل الباردي ما بعد ما سمي مصالحة عام 2000 هل فعلا هي توقفت مفاعلها وإسقاطاتها وخلقت منطق جديد بين أهل الجبل المؤسسين لهذا الكيان هذا سؤال أول السؤال الثاني هناك من يفترض أن هذه الحرب انتهت وأنتجت مصالحة وتوازنات المشهد فيها من هون رجال دين من طرف المسيحي ومن هون رجال سياسي وسلاح منتصرين وبالتالي كيف يستقيم التوازن بين المشهد من هنا والمشهد من هناك لذلك في أطراف مسيحية أساسية بالسياسة ترفض توازنات حرب الجبل وما أنتجته من مصالحة مدعات هذا الأمر الترجم بنتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة ولو بشكل جزء وبالتالي الزعام الأحادي للجبل يبدو أنه زمنا انتهى هناك من لا يريد أن يسلم يعتبر أن قبر شمون هي الحد الفاصل بين الحفاظ على الزعام الأحادي أو أنه ما بعد ذلك يصبح زعيم أول بين آخرين شوف الفارق وبالتالي يقاتل بكل هذه الظراوة دفاعا عن قبر شمون ولا يريد التنازل إلى ما بعد بالإضافة بسياء الرد على سؤالك هناك صراع كبير في المنطقة عنوان المواجهة الأمريكية الإيرانية في ظلال هذا الصراع هناك تفاوض غير مباشر جاري بين الأمريكيين والإيرانيين بالمناسبة القيادة الإيرانية من اللحظة الأولى لما بعد تاريخ ثلاثة أيار حينما صفرت الولايات المتحدة تصدير النفط الإيراني عقد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أنا أريد أن أرى معلومة زي جول الاجتماع كان ممهور مسبقا بموافقة الإمام السيد علي الخامنئي واتخذ القرار بالخروج الإيراني من مرحلة الصبر الاستراتيجي لاستمرت سنة وشهر إلى مرحلة المواجهة المحسوبة والموزونة والتي قرر الإيراني فيها الذهاب إلى النهاية دفاعا عن مصالحه وعن قوت شعبه وعن ثورته وحتى لو أدى هذا الأمر إلى اندلاع حرب مع الأمريكيين بناء عليه وتحت سأف هذا الخيار شفنا مجموعة خطوات من عراضات القوة الإيرانية التي لم يتجرأ الغرب والأمريكيين إلى منازلتها أو القبول بخوض المواجهة معها حتى الآن بناء عليه الأمريكي ذهب إلى الحوار غير المباشر الذي يمثل العماني فيه النقطة الأساسية في المركز طبعا الفرنسي شغال الياباني شغال حتى عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق شغال لكن العماني بخبرته التاريخية وبالموقع الجيو سياسي الذي يتمتع فيه بين الطرفين هو الأساس بهذه الحركة شغال الأمريكي للإيراني أيضا بالمعلومات قالهم أنه نحن وهيدا بالزيارة الأخيرة ليوسف بن عادي نقبل أن تعود لكم أموال طائلة مجمدة نتيجة العقوبات الأمريكية عن طريق العمانيين مقابل موقف إيراني غير متصدي لصفقة القرن هيدا المنطق لوان بينقلنا أن قسم في الإدارة الأمريكية وكمان هون عم بيحكي معلومات اقتنع بعد مؤتمر البحرين أن صفقة القرن لا تملك بداخل أسباب الحياة بل بالعكس بداخل تملك أسباب الموت وبالتالي حاول أن يسلم بهذه الواقعة لكن سهر الرئيس ترامب السيد جاريد كوشنر لصفقة القرن ملتصقة وموصومة في رفض التسليم بهذا الواقع زيارته الآن إلى المنطقة في سياق رفض التسليم وبالتالي استمرار الاشتباك مرتبط بعدم تسليم جاريد كوشنر وفريقه المباشر بأن صفقة القرن قد هزمت وماتت بناء عليه يبدو أن الأشهر القادمة تستبر فيها لعبة عظ الأصابع بين الطرفين وبالتالي هناك إرهاصات إقليمية ولبنانية لهذا الواقع في أطراف داخليين لبنانيين متورطين بشكل مباشر بالرهان على التصعيد أدموا أوراق اعتماد بأكتر من سياء في هذا الموضوع لاحظ أنت قصة الحركش بالموضوع الفلسطيني اللي صار رغم أنه أنا مع أنه الدولة تتبق الآنون وطبيعي أن تتبق الدولة الآنون لكن أحيانا التوقيت السياسي لأي خطوة يجب أن تكون محسوبة لذلك مصادر بطيار المستقبل تتهم الأمريكيين بأنهم كانوا بمكان ما خلف التحريض على الذي جرى ربطا بالموضوع الفلسطيني خاصة على الأرض من قبل المعترضين على هذا الموضوع هي معلومات عن باك اتنين السجور اتنين بنفس هذا السياسي أيضا بعد الموضوع الفلسطيني اللي أثير بتوقيت خطير ربطا بصفقة القانون تهييج الواقع الفلسطيني داخل المخيمات ويقال أن الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية رفعت للرئيس عون مؤخرا تأرير أن هناك تخوف أن يكون هناك استغلال أمني لحالة الاعتراض الموجودة لدى الشعب الفلسطيني اللي هو أصلا مقهور ومظلوم ويجب أن ننظر بشكل إنساني إلى واقعه في الشتات ومنها لبنان المعلومة الثانية السجور أن الأمريكيين اللي هني موجودين بمكان ما خلف هذا التصعيد أو يريدون الاستثمار عليه يجهزون بالمرحلة الثانية لملف النزوح السوري كحالة اعتراض في الداخل عنا على قرارات معينة في سياق ما يسمى حالة المشغلة للبلد وللمقاومة ضمن أجندة أكبر تتحرك بالمنطقة مش صدفي أنه إعلام غربي أو محسوب على الغرب في لبنان يتحدث بتقارير من يومين أنه الجنرال قاسم سليماني قام يوم الخميس الماضي بزيارة منطق الدير الزور والشرق السوري والتقى فصائل مقاومة في البوكمال وتحدث أن هناك مواجهة مع الأمريكيين في سوريا قادمة خلال الشهرين القادمين هذا السياء من التحريض كله هو في سياق الضغط في سياق محاولات الإلهاء والمشيغلة الأمريكاني كان يريد أن يضعف قدرات كل دول محور المقاومة بصراع المرحل الماضية وبنفس الوقت أن يضعف حلفائه على الضف الأخرى من خلال الابتزاز المالي وغيره ليوصل كل الأطراف على الضفتين إلى طاولة صفقة القرن وهم مهشمين وراغبين بالتسليم بأي وائع يريده الأمريكي وهذا ما فشل عمليا ليش؟ لأنه مش بس محور المقاومة يدر يثبت ويدافع بدوله رغم الخسائر لبل أنه المحسوبين على الأمريكي وعلى رأسهم الأردن ومصر وتاليا الإمارات اللي هلأ عم بتقود كل الخليج لما يسمى إعادة مراجعة بسياق أزمات المنطقة اكتشف الأمريكي أنه ما يدر ستوى كل الأطراف وخليها على وهج النيران تجي إلى الطاولة صغيرة لا بل أنه الفلسطينيين بالذات كان لهم دور جوهري بإسقاط هذا الملف دكتور بزي الآن كل اللي هول عم تتفضل فيهم عم ماشي معك بالفكرة لكن مشروع الأمريكي وحلفاءه وقصدقائه العرب وغير العرب خلينا أقول يتراجع بخطوات سريعة يعني قتال تراجعي وأنابل دخاني وإطلاق رصاص عشوائي ما هاي بذات الوقت جماعتهم أو أصدقائهم في لبنان عم بيحاولوا استنهاضهم هاي ما هول الجماعة قريوا المشروع الأمريكي من الأول أنه خسران ولبل انضووا وانخرطوا بالتسوية مش الرئاسية التسوية الداخلية لع أساسها رجع الوضع صار هيك أولا لبنانيا هي لبنانيا تانيا حبيبا بكل المنطقة هذا التراجع للمشروع خلينا أقول العربي الأمريكي الغربي يقابلوا حضور أول حزب الله في لبنان الموزين القوى شوية يعني أصدقاء أخصهم حزب الله هل هم فعلا شركاء لحلفاء المحليين بالقناعة والقيمة والأمل والرهان والله عم يستخدموهم كأوراق على طاولات التفاوض حينما يحين البيع والشراء الأسلوب الماضي وتجارب الماضي مع الأمريكان اللبناني والسوري إذا بدك عم نحكي عن الأريب أثبتت أنهم أبدا لم يتبنوا يوما العنوان القيم لحلفاء بقدر ما استخدموهم بقتال وحينما تأتي الساعة بيتركوهم على قارعة الطريق وأكتر من يعرف هذه الحقيقة هم حلفاء أمريكا بالذات وهذا دايدا أمريكا بتعاطيها على كل الساحات بالعالم وليس في لبنان فقط ودليل إضافة هذا الأمر أنه مؤخرا أكتر من أدرك هذه الحقيقة اللي أنت حكيتها وعمل انعطافي زكي في إيطار ترتيب المصالح كان الرئيس سعد الحريري حينما ذهب إلى التسوي الرئاسي مع العماد ميشيل عون وانتخاب العماد عون رئيس وكان حزب الله بمكان ما شريك في هذه التسوي بمكان ما ومؤيد ومؤيد أكيد لكن قد يكون الخلاف على الإسقاطات التفصيلية لهذه الشراكة هذا الأمر سجل خلى الحريري ينجح بأنه يرجع على بلده يستعيد حضوره حيويته كرئيس حكومي يطلع من ابتزاز الآخرين بالخارج لإله وتمنينه لإله وأن يحافظ على قدر من الحيوية خلاب الانتخابات النيابية الأخيرة رغم بعض الخسائر الثانوية أن يحافظ على موقعه كرئيس لأكبر كتلة سنية وأن يكون على رأس الحكومة وأن يبقى لاعبا أساسيا في لعبة الطوائف والمصالح بالبلمت هي واحد أما الطرفين الآخرين لإضطروا يكونوا شركة بهذه التسوية دون اقتناع فهم حليفي الرئيس الحريري على ضفة 14 أذار السابقة لهن الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وبسياء مرحلة رئاسة العماد عون أصبح متملبلان أكثر الدكتور جعجع والنائب جنبلاط نائب السيبجو أصبح أكثر تمنبلا من الوقائع الحاكمة اللي كانت عم بتكرسها تجربة الحريري مع العماد عون على الطريق بهوض السنتان ونص وأصبحوا أكثر خوفا واستحضروا بأوهام معركة رئاسية قبل أوينة وأصبحوا ينظرون إلى خطر ما بعد رئاسة ميشيل عون الله يطول بعمر رئيس الجمهوري دليلي على هذا الأمر مجموعة وقائع إذا بد بالمعلومات النائب السابق وليد جملاط أرسل إلى حزب الله رسائل غير مباشرة منذ أقل من أسبوعين يقول لهم فيها أنه أنا مني مؤمن بطلال إرسلين ولا بغيره مؤمن أنه قوتكم أنتو خلف طلال إرسلين هي سبب الأزمة وأنا بدي عالج المشكل معكم بشكل مباشر شو إجاء الرد أنه طلال إرسلين هو حليف موثوق جريح بجريم ارتكبت روح حل مشكلتك معه وهيدا هي الخطوة الأولى اللي بتحط الأمور على سياء الرد على الحزب وقال ما بقعد مع طلال إرسلين وطلال إرسلين قال ما بقعد مع جريح اتنين اتنين استاذ جورج بالنعاشات اللي صارت بعين التيني يبلغ النائب السابق جملات الرئيس بري أنه لا يريد أن يطلع إلى بعبدة مع النائب إرسلين ما بده يطلع معه ولا بده بعبدة هي المظلة بده يجتمع بالحج حسين خليل وبالوزير بيسيل بعين التيني وانا عم بيحكي معلومات بده يشتبع الرئيس بري بحصافته ودائما بالثقل الوطني والإحساس التراكمي والنطج السياسي التاريخي أدرك أنه هذا الطرح فيه أكثر من مفخخة أول شغلة قالوا إياها أنه أنا ما بيقبل أي تسوية أن تكون خارج رعاية الرئيس ميشيل عون اتنين حضور طلال أرسلان أساسي في هذا المنمار الثلاثة ما بيقبلوا الوزير بيسيل والحج حسين أنهم يجوا بظل هذا الطرح واليوم لجريدة النهار بتصوروا لأكثر من جريدة بيقول الرئيس بري أنه حداد فرنجي ما بيقدر يفك العلاقة بيني وبين الرئيس عون هذا دليل أنه رغم موقف الرئيس بري المتفهم أو المتعاطف مع علاقته التاريخية بالنائب السابق وليد جونبلاط لكن يدرك المحاذير العميقة لأي خلل بإدارة فكرة التسوية وبالتالي يسعى إلى الحفاظ على التوازنات وعلى المعايير الوطنية بإدارة هذه وحليفه الأساسي حزب ألار لأنه كمان رافض للمقولة أو الفكرة اللي عم يسعى لجونبلاط الموقف الأخير اللي سمحت السيد حسن نصر الله من يوم الجمعة الماضي كان واضح سيد جورج بتشخيص رؤية حزب الله لهذه الأزمة مع موليد جونبلاط وهون في مسألة نحن وعن نحكي عن موقف سمحت السيد بتطرح لماذا يسر النائب السابق وليد جونبلاط بوضع خلفية إقليمية لحادثة قبر شمون والإصرار أن حزب الله مع الرئيس بشار الأسد وسوريا يعملان على محاصرته هيدا ربط بالبعد الإقليمي دكتور بازي حبيب ألبي أنا مش عم مننظر بس تكبر حجره تيقولوا أنه هذا المحور الإقليمي الطويل عريض ضد وليد جونبلاط أنه ليك أنا قديش عقبي كأذاء وحجر عثرة في وجه هذا المشروع الكبير وبالتالي ليقلل من شأن لكي يقلل هيدا لو أن بوصلنا من شأن خصوم المحليين أنه أنا أنا أنه أنا اعتباري أكبر من أي لعب محلي عم بنافسني بالساحة وهيدا المسألة بإطار السراع لكن هيدا إلى خطر كبير سجل أنها سترتب عليه أثمان لاحقة بإطار السراع والتعديل المستمر بموازين القوة هو اللي قال بعضمة لسانه أنه السيد عم بيحكي استراتيجيات كبار لكن بالموضوع عنه انتهى بفتوش يعني حجم القضية مع جملات فتوش مش الوضع الأكليمي يعني حتى هو خلينا أقول وضده يظهر حسنه الضده هو لقاله بالموضوع استاذ جورج أنه إذا بلشنا بمساحة عدم الثقة التاريخية بن حزب الله والنائب السابق وليد جو بلارت عم بتذكر إذا بخطاب الألفين هو عم يحكي سميحة السيد بعد التحرير عن بيت العنكبوت بن دسبة للعدو ووهنه في بنت جبال إذا يومتها كان عم بيحرك إجروا تملموا لن النائب جو بلارت في ذلك الوقت بعدين صارت ذاكرت أنه هذا مش موقف بسبعة أيار موقف لياس المر أو موقف بيت الحريري هذا موقف وليد جو بلارت بمسألة السلكي اللي كان عم ينمد وإجا الموقف لبعده لو تشخص الكذب برجل لكان فلان وهذا موقف قاله سميحة السيد بعدين لذكره أكثر أنه رجح حكاله عن سلاح الغادر وهو يمكن بقدرته على الفهم وتفكيك شفرة المواقف النائب السابق وليد جومبلاط أدرك ضخامة ما أرسله سميحة السيد بالإطلالتين الأخيرتين بتقويم للعلاءة الجومبلاطية وهذا زاده قلق على قلق لأنه معروف أنه الزعام الجومبلاطي مسكوني بالقلق المرضي على حد توصيف الراحل فؤاب بطرس كان يحكي عن الخضر المرضي عند البعض نحن هنا عم نحكي عن القلق المرضي يمكن هذا مشروع خاصة أنه منظومة التوريث والانتقال السياسي التي يطمح إليها ما صارت مثل مبدو ويقال أنه النائب تيمور جومبلاط بأول فرصة يستطيع فيها التقفف من هذا العب بيركب الطيارة وبفل عباريس وهو عم بفكر جديا ببنته أن تكون مؤهلة خاصة أنه والدته الست نزيرة سبق ولعبت هذا الدور بقيادة العائلة الجومبلاطية على أمل أن لا تكون لأنه ما تجاوز فيه أمر واقع الله يرحم المرحوم كمان جملات جملات اللين أنت لسنة الاسسامية صحيح بأضطرت لها أنه تتولى وقالت لن يغلق سيبقى أصل المختارة مفتوحا ولو عن يد امرأة هيك قالت يومتها ست مزيرة وهي ست أديرة أثبتت جدارة تاريخية أنا بتذكر أنه في أزمة سياسية حصلت يومتها وما كانوا عم يقدروا يلاقوا لحل الرئيس بشارة الخوري اتصل فيها على التليفون وهي قالت له الحل أنه ما بيجتمع مجلس النواب بتذكر يومتها السبب تسليم قتلة الراحل نعيم مغبغب مثل ما أنا بتذكر أنه ما بيجتمع مجلس النواب لمدة شهر بها الفترة وهي اللي ابتدعت الحل ومشي فيه يومتها الراحل الرئيس بشارة الخوري إذا بتسمحلي ناخد بريك نتابع حوال اليوم مع الدكتور وسين بازي لو سهل فيكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من حوال اليوم مع حبيبنا الدكتور وسين بازي الباحث السياسي دكتور بازي الأستاذ كبير صديقنا ومعلمنا الدكتور خطار حدث لفتنا ووجده ألف تحية وبشكره أنا وتابعته وأنا بعتحالي تلميزه لا أستاذ خطار بقى مزبوط وهيدي الله يرحمه نعيم غبغب انقتل بعهد فؤاد الشيب ما كان صاله سنة ما هو كان طالعي هني وكان الرئيس شعب ببيت الدين بقى عم بقوله أنه بعهد فؤاد الشيب وليس بشارة الخوري مع أنه انت قلت كهيدا صحيح والست نظيرة الله يرحمها توفيت بآخر عهد بشارة الخوري تماما استاذ خطار فاقتضى التنويه والتصويب والشكر لألك دائما على متابعتك وعلى سيئتك فينا أبو أكيد لكن اللي تموا علامة واحد وصار ياللي صار خصوم خصوم حزب الله والتيالوطني الحر بيقوله كلام السيد نصر الله أنه لازم الحكومة تبحث موضوع المجلس العدل أبر شمون والتطرق لموضوع المادي الثمانين من قانون الموازنة وكأنه السيد نصر الله هني عبوله هيك السيد نصر الله ما أبدو هالحكومة أو بالأحرم ما أبدو الحكومة تمشي وجبران باسيل وزير جبران باسيل ما أبدو الموازنة تقلع وبالتالي جملات عم بيحط حاله بهذا الموقع وبشكل معاكس كمان إنه إخراجي هو إحراج للحريري عم بيربط بينه بين حريري وأحراجي يعني إخراج الحريري صار فيه ربط فجأة مثل ما أنت عم بتقول علمك كانوا عم بيهشموا بعضهم كانوا عم بيهشموا بعضهم صرنا آخر شي صار فيه لا فصل مسارين وتلازم مسارين بين الحريري وجملات هل الحريري هون الرئيس الحريري كمان الله يقوي وحمد الله على سلامته بعدنا كنا مبارح منحكي عن الحيوار اليوم هل الرئيس الحريري مكره أخاك لا بطل أو بات مقتنعا بأنه السياسي اللي اتبعها من 2016 بالتسوية الرئاسية أوصلته إلى مأزق ما عليها بستعمل التعبير الحقيقي بشيء ما نكون مرائين قدام الناس ومنافقين مأزق سني مأزق مع السعودية مأزق بالشارع الـ 14 أدار اللي كان هو زعيمه مأزق مع حلفائه مأزق مع بيئته الداخلية بطياره أم أنه بيعتبر أنه هذه التسوية يجب أن تستمر مهما كان لفلام أنا برأيي خلينا نبلش من الإطلال الأخيرة اللي سمحت السيد حول ضرورة اجتماع الحكومة أول شي هو سمحت السيد من موقعه الوطني ومن كونه شريك في هذه الحكومة وزعيمه أساسي بالبلد عم بيقول أنه لا يجوز لجريمه بهذا الحجم يتعرض فيها باحتمال أقل وزير واحد وإحدى الصحف اليوم عم بتقول أنه الرئيس عون بعد اطلاعه على ثلاث تسجيلات جديدة لحاثة أبرشمون أضحى أكثر اقتناعاً أنه قد يكون مستهدف أكثر من وزيره على رأسه الوزير بيسير وهذا لا ما بيصير نعتبره أنه هذه حادثة ما بتمس السلم الأهلي ولا تستدعي أن تحول إلى المجلس العدلي في حين أنه حادثة الشويفات مع ألمنا للشهيد الذي سقط صارت بنطاق معين حددوا بدعي عام التمييز واختاروا كما يريد النائب جمبلات في حينه ونجي نرجع أريان ونقول لا التوازن على الطريقة اللبنانية يقول أن نضع هذه القضية بحجم ووزن هذه القضية لذلك لا بالعكس احترام الحكومي لنفسها يفترض كما يقول سمحت السيد أن تبحث هذا الأمر الأمر الثاني أنه إذا بترجع لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى الشهير والذي لازال اللغة سائر حول حقيقة ما طرح فيه يقال أن الرئيس الحريري كان أميل إلى طرح هذه القضية إلى المجلس العدلي لأنه أدرك البعد الخطر الوطني المتمثل بهكذا جريمي على الأقل بانتظار جلاء نتيجة من الذي فرملا دفاعتها واضح واضح أنه دخلت عناصر خارجية ما قلت لك صار اجتمع بالسفر وصار يحط بالصورة وبالتالي أريد لهذه القضية أن تكون ضمن الكباش السياسي الأكبر تم رجاع الرئيس الحريري خطوة إلى الوراء ومحاولة إعادة تشكيل المشهد الثلاثي الشهير وأنا برأيي هذا اللي استدعى زيارة الحج حسين خليل الشهيرة ذا كسبت إلى بنشعي ربطا بتصويت الوزير فينيانوس إذا اقتضى الأمر ليسير المشهد سياسيا ونظريا الآن 15-15 بعدين إذا بتلاحظ بالأسبوع الأخير بدأ بعض الإعلام غير المحسوب على 8 أذار يعمل التقرير يقول 15-12 وموعف وزراء أمل بعده مش حاسم بهالإطار وبالتالي إذا السياء الإقليمي عم يضغط لإعادة فرز برأيي بتختلف الحسابات هون وبتروح القصة بسهولة بالتصويت إلى المجلس العدلي حتى يمكن يطر واحد على الطريق يغيب يسخن من وزراء هذا الطرف متى ما صاب مجلس دستوري بالزمنات الثلاثة ثلاثة سخنوا فرد نهار يعني عرفت كيف بسياع كمان الرد على سؤال أخي ساجور الرئيس الحريري هو الذي يتهيب الآن دعوة الحكومة وطرح موضوع جريمة أبر شمون على المجلس العدلي قال خوفا من شو خوفا من حاصل الانقسام السياسي الذي سيتبدى داخل الحكومة علما أنه يقال حكومة من قصمة أنه اللواء إبراهيم طرح أكتر من حل والرئيس بري أيضا كان له دور أنه إما بيغيبوا الوزيرين المعنيين علما أنه أنا لفت لنظري سمحت السيد بمقابلة الثلاث ساعات وربع وبالإطلال الأخيرة أنه حكى عن وزير مقتول ووزير قاتل على نفس الطاولة هلا ما بعرف إذا هو كان عم بيوصف مجازا ولا مقصود إيصال الرسالة إلى أحد الوزراء المعنيين ما بعرف بإطار حسن النية الأمر الثاني سجل اللي طرح أن يكون هناك ثلاث أجهزة أمنية شركة بالتحقيق علما أنه مدعي عام التمييز صارع لتحويل الأضية لعند جهاز يفترض أنه ما عنده انتشار عسكري ولا كان موجود كقوة حاضرة في ميدان ما جرى لكن أيضا الانتقائية السياسية ارتأت أن يكون وليد جنبلات خلينا نقول وليد جنبلات هو بيتطمن فيها رغم كلها إذا ذهب في الأسبوع الأخير إلى تصعيد إلى رفض الأصر الجمهوري كحاضنة وطنية للحل إلى رفض الجلوس مع المير طلال كصاحب دم ومعرض لجريمي نكراء هو ووزيره على طاولة ميسو الوزراء وبالتالي هون تفتع علامات الاستفلام عن محاولة تثوير البعد الإقليمي من يعتقد أن روسيا هون اسمعي سيجل من يعتقد أن روسيا تستطيع أن تؤمن حماية سياسية وإقليمية لزعامته خارج إرادة أهل المنطقة وأبناء وتوازناتها طلعت بالقام نيح وتوازناتها برأيي أنا بيكون عم يعمل إحسابات خاطئة ويمكن بس حبيب ألبي مش عم بقعتك أنت بتعف أن العلاقة بين موسكو ووليد جمبلات من العلاقة الطيبة كما كانت لا هو باعترف وابنتقد الروس على الطالح يعطي رأيه بسياسة الروس الخاطئة وغير الحكيمة وغير السناتجية والتي تؤدي إلى انقلاب ما تبقى من تعاطف عربي وإسلام كيف بدون الروس هل يجو بحساباته يبدو أنه فيه شوية مستجدات هلأ هو موعود بزيارته على موسكو قريبا كان أن يلتقي لفروف يبدو بالمعلومات أنه لحد هلأ السقف هو بوكدانوف لحد هلأ هذا المبين صديقنا وحبيب بابنا حقة المبكة الكل بيروحوا العقل اتنان ايضا وجهل طحية بيحكي عربي طبعا وعنده تاريخ مشرق كبير وملم بقضايا المنطقة إنسان رائع وصديق لكثير من زعامات المنطقة الأمر الثاني المستجد أنه هو بعد الأسرة من أبناء السويدة والأزمة اللي كانت بعد قصة طلول الصفا والمظلومين اللي أخذتهم داعش يقال إنه هو راح رتب إخراج ما مع الروس بزيارة الوزير وائل أبو فعور والنائب تيمور جنبلاط وحاول أن يكون شريك غير مباشر فيما يجري وعملية التحريد اللي كان عم بميرسه هو أو حالة التمرد غير المعلن اللي كانت حاصلة بموضوع خدمة العالم لدى أبناء جبل العرب حسمت لصالح الدولة السورية بإيجابية وما قدر هو فرض منطو أما الأخطر من كل هول أنه بعض التنصيق الحاصل عبر الأردن مع ما هو أبعد باتجاه فلسطين المحتلة بتمنى أنا أن لا يصل الخطأ بالحسابات والرهانات إلى حد الرهام مرة أخرى على مشاريع كانتني تعيد ضم منطقة الشوف مع ويد التيم مع منطقة جبل العرب بإطار أضغاث أحلام لدى البعض لأن هذا المشروع سقط ولك تكون له إعادة قيام مرة أخرى هذا كله عم نحكيه بإطار النصيحة السمحة والمحبة والمدركة لمعنى وجود هذه الزعامة التاريخي داخل الثقاف اللبنانية ومنطقة جبل العرب هل هذا الكلام تتفضل فيه دليل قوي واصطنهان أم دليل يأس وانتفاضة الغريق الأخيرة كما يقول المثل الفرنسي خصوصا بير عسمانا الوزير وائل أبو فعور كان عنده كلام لهم مجالس عدلهم مجالس عدلهم ونحن لا نخش شيئا وكرامتنا من كرامة وليد بيك ولا وصير فعين الله ترعاك الكلام فيه كلام سبير ما أنا عم بيسألك تتعلق حبيب يعني شو أنه قصد هذا الضعف مغلف بمظاهر القوة أم القوة المستندة إلى شيء قد يحدث يعني من خلال فهمنا السيد جورج للزعام الجنبلاطي وتريك التحريكة لدعجل بهذه الفكرة تريك التحريك للأحجار لما بيتقدم الوزير أبو فعور إلى الشاشة تكون إرادة التصعيد هي القصوة ولما بيتقدم الوزير العريض بتكون إرادة التهديئة هي القصوة أما الوزير شهيب فشفناه بمشهد أبرشمون لذلك النظر من خلال كلام الوزير أبو فعور أن اللحظة الجنبلاطية الحالية تذهب إلى التصعيد بحثا عن شو دائما بحثا عن الحل لكن هو خائف من حجم الأثمان من تداعيات هذا الحل لاحقا على التوريث وما بعده والأهم توازنات المنطقة إلى أين تذهب وكيف سيحدد معايير زعامته ربطا بما هو قادم في المنطقة أحد المسؤولين الكبار الأمنيين والسياسيين في لبنان يقول أن المشكلة هلأ أنه لا ولي جنبلاط يريد أن يقرب لقدام ولا طلال إرسام بده يرجع لورا كيف المخرج قبل ما يبلش ميرطلال يعني هذا توصيف صحيح في ظلم ما فيك تحط الآتل والمأتول بسلي وحده في زعامي صاعدة بتحالفة مع الطيار الوطن الحر اسم الميرطلال تستشرف المستقبل وتراهن عليه والوزير جنبلاط خائف من الماضي ومن لحظة التراجع والهوي التي يراها بعد قبر جموع شكرا لك دكتور وسيم بزي أهلا وسهلا فيك ننتقل لدار دارة خلدي ميرطلال إرسلان مؤتمر صحافي ننتقل إلى هناك شكرا لكم مشاهدين الكرام شكرا لدكتور وسيم بزي شكرا للمشاهدة